شهد العمان الحالي والماضي الكشف عن تورط بعض المراتب العسكرية والضباط والمنتسبين في جرائم خطف وابتزاز ومخدرات وفساد إلى جانبي ما قال مسؤولون إن بعض هؤلاء المنتسبين تورطوا أيضاً مع شبكات تهريب النفط ومشتقاته على مدار السنوات الماضية عانى العراق من جرائم مروعة وما أن تكشفت بعض خيوطها حتى ثبت تورطوا منتسبين في الأجهزة الأمنية بتلك الجرائم مستغلين الهويات التعريفية للمؤسسة الأمنية التي ينتسبون إليها في التنقل بين السيطرات ونقاط المرابطة فضلاً عن استغلال سلاح الدولة ومواردها في تنفيذ الجرائم ومساندة مرتكبيها لكن ما ضرر المندسين في الأجهزة الأمنية على النظام بشكل عام يؤكد خبراء أمنيون أن الاستقرار الأمني قد يتأثر بوقوع جرائم فضيعة بسبب تلك العناصر المسيئة التي تورطت بعمليات خارجة عن القانون لمقابل مادي أو لغايات ومصالح دنيئة وأن خطرها بات يفوق خطر العناصر الإرهابية في المقابل عملت حكومة السوداني ومنذ تشكيلها على تطهير الأجهزة الأمنية من المندسين والمسيئين فكان إعلان رئيس مجلس الوزراء محمد الشيعة السوداني تفكيك أكبر شبكة لتهريب النفط في البصرة تورط بها ضباط كبار كان بداية لعمليات التطهير التي حظيت بتأييد شعبي واسع تلتها عمليات ضد شبكات المخدرات والجريمة المنظمة وفي خضم تلك الأحداث وتطوراتها تتعالى الدعوات إلى ضرورة تحصيل المؤسسة الأمنية والعسكرية العراقية من الضباط والمنتسبين المسيئين ومحاسبة المتورطين بالمافيات وعصابات الجريمة المنظمة بشدة وطردهم من الخدمة والإطاحة بهم ضمن حملات واسعة ومنظمة حفاظاً على سمعة الأجهزة الأمنية وقوة سلطتها في الشارع العراقية ترجمة نانسي قنقر